ترعى بقى نظري مقال او تقرير كتبه الاساس خالد عز الدين في عدد الجمعة في الاهرام الرياضي بيقول ايه العنوان كده رصاصات اتحاد الكرة الطائشة تنطلق في كل اتجاه ضد من ينتقده ايراهلكم مرة اخرى الاساس خالد عز الدين عامل تقرير بيقول فيه في الاهرام الرياضي رصاصات اتحاد الكرة زي ما حددكم شايفين اهو على الشاشة جريدة الاهرام جريدة الموقرة زو السمعة الطيبة رصاصات اتحاد الكرة الطائشة تنطلق في كل اتجاه ضد من ينتقده يعني عايزين ناس يعني امين امين مفيش حد يتناقش معهم مفيش حد يقولهم يا اهل الخير ده فيه وجهة نظر تانية يا اهل الخير بصوا على الفعل ورد الفعل يعني ما يبقاش الموضوع اعلاميا ماشي من اتجاه واحد المحتوى ايه بقى بتاع المقال هنيجي هنا بيقول ايه في الوقت الذي يتشدق فيه البعض بفزاعة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والخوف من تجميد النشاط الكروي في مصر مثل ما جرى في مالي فان هؤلاء تناسوا ان الموقف في الحالتين مختلف جملة وتفصيلا فلم يكن هناك حكم قضائي بحل الاتحاد المالي لم يكن هناك حكم قضائي بحل الاتحاد المالي بل ان الحكومة تطوعت باقالته مما يعد تدخلا حكوميا رسميا في شؤون اللعبة وهو ما يرفضه الفيفا كما ان الاخير يأخذ دائما بالقضاء العادي الاخير هنا اللي هو الفيفا ان الفيفا تأخذ دائما بالقضاء العادي ما دام الامر يتعلق بالفساد او التزوير او وجود مخالفات من اي نوع تهدد سلامة الانتخابات ويعتبر ما جرى مع سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي السابق خير دليل على ذلك وتوابع هذه الفضيحة التي نالت من معظم من كل اتباعهم فاحكام القضاء هنا دي مهمة جدا احكام القضاء المتعلقة بالفساد والمخالفات لا علاقة لها على الاطلاق بالتدخل الحكومي لا علاقة لها على الاطلاق بالتدخل الحكومي ما دامت الوزارة لا تتدخل في النواحي الفنية هناك فيه نواحي ادارية وهناك فيه نواحي فنية هنا هو العمل أو حكم قضاء الإداري محكمة القضاء الإداري خاص بعمل إداري في سلامة الإجراءات أو في فساد أو شبهة فساد أو أي من المسميات لكن مش أمور فنية ده المقال أو التقريب يقول الكلام ده ما دامت الوزارة لا تتدخل في النواحي الفنية أو الإدارية للاتحاد وهو ما ينطبق على مجلس أبو ريدا ورفاقه يعني أهل الخير يا جهابزة الجبلية ويا من تسيرون من الآلة الإعلامية الرياضية الأسف الشديد لا تستمع أو لا تظهر أو لا تنظر أو لا تتكلم إلا من وجهة نظر واحدة الجميع يتساءل لمصلحة من؟ هل هي مصلحة شخصية أن الناس تقعد على الكراسي ودبح الأندية المصرية من خلال الفتاة اللي الأندية المصرية تأخذوا نتيجة البث الفضائي ونتيجة البرامج الرياضية اللي ليها وجهة نظر واحدة واللي بتشغلوا فيها للأسف الشديد بعض من ينتسبون لمجلس إدارة الاتحاد هذا خطأ ولا يرضي أي مواطن بيسموها conflict of interest تضارف في المصالح إزاي أنا أبقى عدو مجلس إدارة الجماهير أو الجمعية العمومية انتخبتني لتسيير أمور الجمعية العمومية والأندية المصرية وتطوير لعبة كرة القدم والتعامل مع الأمور بحيادية تامة لأنكم ممثلي الجمعية العمومية وفي نفس الوقت تعملون وتأخذون للأسف الشديد خير هذه الأندية من المباريات اللي بتتلعب في الدور المصري التعبان اللي أنا أتصور أنها ليست كرة قدم تنافسية ولكنها كرة قدم تأسيمة في كرة القدم ما علينا إزاي أنت هتبقى قاعد في مجلس الإدارة تعارض الفتاة اللي للأسف الشديد يعرض على الأندية المصرية نتيجة حاجة زي البث الفضائي لا يمكن لأنك بتشتغل عند صاحبة هذا العرض أو صاحب هذا العرض اللي يناضل وبقوة وبكل الطرق أن ياخد البث الفضائي بأرخص الأسعار طب هياخده بأرخص الأسعار إزاي؟ إزاي يبقى أنا عدو مجلس إدارة؟ وفي نفس الوقت ترجمة نانسي قنقر